السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إذن أخيرا بوادر الخير سوف تعموا مختلف أنهاء المملكة إن شاء الله حيث ذكرت أرصاد الجوية نشرة إندارية أعلنت من خلالها عن وجود هبات رياح قوية بسرعة تتراوح 75 و95 كم في الساعة مصحوبة بتطير للغبار بمناطق في جيج جرادة وجد أنجاد، توريرت، بولمان وميدلت هذا بالإضافة إلى نزول أمطار وزخات مطارية قوية فوق مناطق طنجة، اللوكوس والريف الغربي إلى جانب تساقط أمطار أخرى من مناطقة الشرقية والجنوب الشرقي والأطلسي المتوسط كما أعلنت هذه النشرة الإندارية عن رياح قوية مرتقبة ومتوقعة بعدد آخر من مناطق المغرب حيث أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن هبات الرياح القوية سوف تتشكل مع تطاير للغبار وهي مرتقبة غدا الخميس بعدد من أقاليم المملكة وأوضحت المديرية في نشرة الإندارية من مستوى يقضى برتقالي حذرت فيه السكان أن هبات الرياح القوية سوف تتروح بين 75 و 90 كم في الساعة مما تشكل خطورة بمستوى برتقالي وستهم من السابعة صباحا إلى غاية الخامسة بعد الزوال وكما سوف تشمل أقاليم في جيك جرادا وجد أنجاد توريرت بولمان وميدلت ويجدر بالدخل أن تاريخ إصدار هذه النشرة هو 13 نوفمبر 2024 أما عن نوعية الظاهرة فهي زخات رعدية معتدلة إلى محليا قويا وعشوائية مصحوبة بتساقط للبارد وهبات الرياح أما عن كمية التساقطات فستتراوح إن شاء الله ما بين 15 و 25 مليمتر أما عن موعد بداية ونهاية الظاهرة فهو إن شاء الله سيكون من الأربعاء 13 نوفمبر من الساعة الثانية بعد الزوال إلى حدود الحادية عشرق ليلا هذا ويجدر بالذكر أن الأرصداء الجوية دعت المواطنين في مناطق معينة إلى توخي الحيطة والحذر حتى لا تكون هناك إن شاء الله أي خسائر حيث أن من المتوقع أن تهب زخات مطارية قوية مصحوبة بعواصفة رعدية عشوائية حتى لا تتكرر كوارث تصاحبها خسارات مادية أو بشري مع احتمال التساقطات ما بين 15 إلى 25 مليمتر في عدة أقاليم خاصة وجدة جرادة في تاوريرت بولمان ميدلت الراشدية وتينير وفي هذا الصدد تدعو الأرصاد الجوية المواطنين في هذه المناطق إلى توخي الحيطات والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية نظرا لأنها لا يتم التنبؤ أو توقع صاببها أما بالنسبة للرياح القوية وتطاير الأتريب ففي الإضافة إلى الأمطار الغزيرة ستهب كما تم السلف الدكر ستهب رياح قوية على مناطق واسعة من الأقاليم الشرقية والجنوبية الشرقية خاصة في جيك جرادة راشدية تينغير وميدلت وتصل في معدلها المتوسط إلى 85 كم في الساعة وتحذر الأرصاد من تطاير الأتريبة وتدهور في الرؤية مما قد يؤثر على حركة المرور ويسبب حوادث لا قدر الله لذا مزيدا من الحيطة والحذر من نسبة للسائقين وللتناميد الذين سيتوجهون إلى المدرسة إن شاء الله وكان الإنعكاس الإيجابي لأمطار الخير الماضية على ملء أو حقينة السدود في المغرب فإلى حدود الخميس السابع من نوانبر كانت النسبة الإجمالية لملء السدود 29.7 في المائة أما بالنسبة لأهم السدود في المغرب فنجد سابو حيث تصل حقينته لحد الساعة إلى 40 في المائة أما بالنسبة للوكوس فهو أكثر من ذلك 47 في المائة بالنسبة لسد الملوية 41 في المائة أبي رقراق 34 في المائة تانسيفت 45 في المائة وسد كيرزيز غريس 56 في المائة أم ربيع 5 في المائة وهو الأقل نسبة مسجلة في السدود المغربية درعواد نون 31 في المائة وسوس ميسا بـ 17 في المائة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر